تطورات متسارعة تشهدها الأحداث في محافظة إدلب بعد استهداف قوات النظام السوري لرتل عسكري تركي مخلفة 33 قتيلا فعاشية انتهاء المهلة التي حددها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات النظام للانسحاب معارك كر وفر تشهدها بعض المناطق في ريف إدلب واشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات النظام المدعومة من روسيا في محيط سراقب والطريق الدولي حلب دمشق توتر وترقب لطبيعة الرد التركي يسودان أجواء المنطقة وسط توجيه ضربات لمواقع قوات النظام من قبل القوات التركية على محاور المعارك شمال سوريا ما أدى لسقوط قتل وجرح في صفوف قوات النظام بظل نزوح لعشرات المدنيين من منازلهم على خلفية التصعيد التركي إذ لا يزال القصف متواصلا بكثافة تطورات دفعت موسكو لإرسال فرقاتتين للسواحل السورية وأعلنت أنهما ستنضمان إلى المجموعة الدائمة للبحرية الروسية في سوريا في إطار دعمها للعمليات العسكرية للنظام السوري وردا على قتل جنود الأتراك في سوريا طلبت أنقرة عقد اجتماع استثنائي لحلف الناتو وطلبت بتفعيل المادة الرابعة من ميثاق الحلف والتي تنص على طلب التشاور عند شعور دولة عضوين بالتهديد فراز حمزة العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر